اشتركوا في القناة نوعا مما بالنسبة للحارس كان في المكان اللازم يكون فيه ولكن كان يتحرك لو تعود اللقطة نشوفوا اللعب اللي كان موجود في الجدار تحرك والكورة مرت في المكان اللي تحرك فيه اللعب مما يعني لأنه في الأمور كما هادية اللعب الحارس في المرمى يأخذ حوالي نصف المرمى هو اللعب بالجدار وشوفوا اللعب اللي يتحرك مرة في الرواق يعني في المكان اللي كان موجود فيها الرأس تاعه مرة الكرة نشاهدوها مرة ثانية وما بين دري وش وزافور نظن اللعب بندحمان نظن اللعب بندحمان هو اللي كان موجود في المكان هدك لو كان ما تحركت ممكن جدا وفي المكان هدايا لازم له قواوي يبدل مجهود ثاني باش المكان اللي كان مغطيه الجدار اللي يحميه من الجدار لازم يتنقله وهذا صعب جدا على حارف حتى القطفة كانت سريعة والقطفة كانت سريعة وكانت مضروسة هدف اللي تمنعنا يجيه في بداية المباراة حتى يحركها شوية هذا ممكن أنا اللي يعطاني أمل ممكن في شوطة ثانية زيادة على التعليمات تعلموا دربين والهدف اللي جاء في آخر الشوطة الأول ممكن تمنع وهذا ممكن ننتظره أن المقابلة في شوطة ثانية ممكن تعطي حماس أكثر زيادة على ذلك النتيجة اللي راهي في الزلف في الصيف ممكن أكيد أن اللعبين شبيل القبائل راحين يسمعوا بيها لأن في مرحلة كما هذه من البطولة الناس راي تخدم بالجوال وتخدم بالراديو باش يشوفوا المقابلات نظر نتيجة الصيف زيادة على التعليمات ممكن تعطي حماس أكثر الشوطة ثانية هذا من تمناه مهم أن هذا الهدف فايسكا تفيق عنده وزنه المعنوي بنسبة لعبينتها المرودية في بداية الشوطة ثانية أكيد عنده هذا نقدر نقول لك أهداف في الوقت هذا تقدر تكون عندك توليسي لحد وحدين يعني إذا واصل أنا في رأيي شخصي ممكن يكون خطأ ممكن يكون أنا إذا واصلت الفريق فريق ملوديت الجزائر بنفس طريقة ممكن نتنقص من خطورة شبيب القبيل حتى ولكن استفق شبيب القبيل